أهلا وسهلا بيكو ورجعنا لكم تاني من برنامج افتخر بمهنتك وحشتوني جدا طبعا معينا عالم الفن والجمال مش بيخلص كل يوم بيتغير وبيبقى فيه جديد في عالم الجمال معينا ومعاكم سمر أحمد خبيرة التجميل أهلا بيك يا سمر أهلا وسهلا بيك طبعا أنت نورتينا الأول برسينيك وعايز أعرف طبعا أنت من نسبك كميكاب أرتست هل هي دراسة ولا أنت مثلا وقدها تعلمتي عايز أعرف بس أنت تعلمتي ميكاب منين أنا كنت أحب الموهبة دي فيها من زمان من 16 سنة أعدت بصراحة يعني في الموضوع ده كتير أنا أحبه وهوي قوي ممكن أعود أتعلم على البنات عندي في البيت أخواتي بنات خلاتي فلسه بالزبط من سنتين كده المرحوم خالي الله يرحمه حاب يقف جنبي في الموضوع ده وخلاني فتحت كوافير وقال لي كملي يعني بصراحة كان حابب يدعمني في الموضوع ده بيسندني فأنا أخذت الكرسات عشان أبقى فاهمة أنا أبقى أعمل إيه فبدأت أخذ كرسات في الميكاب وفي الشعر عشان يهات لفات ترح كله طبعا أنا ببارك لك على الهواء على التكريم طبعا أنا عارفة أن أنت خدت تكريم ميكاب سنميك ده كان التكريم مكان فين ده كان في كاعة المؤتمرات ما شاء الله طيب في البداية أنا كنت عايزة أعرف من حضرتك أنت لو حبيت تجيبي موضل بالنوطة صغيرة حبينا أن إحنا تعملي لها ميكاب تقولي إيه للمشاهدين يعني خليها في الحاجات الرائعة أبدأ أحطي لها حاجات بسيطة بلشر روش بسيط اسم المفروض أن إحنا لا نستهلكش البشرة طبعا هي جميلة الوحدة طيب ؟ إزاي إن نقدر أني تقولي مثلا للمشاهدين لوحدة قاردة في البيت من جير كوافير طبعا كوافيرات كلها عتدا علينا طبعا ما إحنا عملينا نقول مواصفات على الهواء عايزةك بس تقولي المشاهدين إزاي يضعوا ميكاب في البيت من جير ما ينزلوا الكوافير طبعا أول حاجة أها تبدأ تعمل مسكات سكراب اللي بشرتها عشان تبقى غزة وترجع بعد تحط كريمات ترتيب أول حاجة خالص بتحط برايمر وبعد بتبدأ بتحط فونديشن وبعد بودر بتوزع البودر وبلاشر بسيط روج لو حابة تحط أي شايدو تبدأ بمسكرة ده بيبقى ميكوب بسيط جدا لو نوم ميكوب بيبقى حلو جدا طبعا عشان أنا معي خابر التجميل سمر أحمل عايزة أسألك على أنواع البشرة طبعا في ناس كتير جدا بتحط البشرة بيقولولي أن بيبقى في تجايد طبعا انت عارفة لما بيحط فونديشن من غير بودر هل ده بيبقى عامل أساسي بيبقى في بشرة حساسة وبشرة جفة بالضبطة بتقول لهم نصيحة من سمر إيه إحنا دلوقتي عسنا ندخلين على فصل الشتاء المفروطة بقى أن يبدأوا يعملوا سكربات كتير بيزيلوا بس الجلد الميت اللي في بشرتهم بدأوا يرتبوا بكريمات أنا شايفة طبعا السور بتاعتك من ورد دنيا مرسيليكي مرسيلي ممكن توصفيلي بقى بسرعة كده في السريع هنا بتعملي إيه دي كنت هنا نسا هبدأ أطلعها عروسة دي موديل كنت هطلعها عروسة فكنت نسا ببدأ كده بذبط لها بوزعلها البراينو حلوة قوي الربطة دي ايه دي نفس البنوتة اه اه ماشاء الله وده ايه ده لون اللون وقص حلوة قوي وده سبغة وهاي لايت طبعا معروف شغلك جميل ماشاء الله مرسيليكي مرسيليكي طبعا يا جماعة اللي عايز تواصل مع سمر أحمد ميكاب أرتست وطبعا أنا ببرك لها للمرة التانية على التكريم بتاعها بتاع الميكاب السينمائي هنرجع نسأل الأسئلة التانية طب دلوقتي احنا داخلين على سوزن الشتاء طبعا انت عارفة سوزن الشتاء ده بيبقى الواحد ده يوعد في البيت ما حدش عايز ينزل اه ده ده دي حاجة طبعا المية احنا في الشتاء مفيش حد يشرب مية أصلا فبتبقى البشرة جفة عايزاك تقولي النصيحة البشرة الجفة يعمله ايه مسكات طبعية اه طبعا بيبقى الجسم فقد مية فضيعة وهم ما بيشربوش مية هتبدأ تحط اقول مسكات طبعية عادي اي طبعا هتحط زبادي معلقتين زبادي على معلقة عسن تمام معهم معلقة لبن بودر ونقطة لمون ده بيرطب البشرة حلو قوي وفيه سكراب تاني اللي هو اللي هو البن البن ده حاجة حلو قوي بصراحة سكراب حلو قوي على فكرة انا على طول بعمله النفسي شخصيا يا جماعة والله يقابلي مباشرة ده المسكات الطبعية اه طبعا انا يشرفني ويسعيدني ان انت تكوني معنا حفلة افتخر بمهنتك حفلة الجوكر بإذن الله علشان نستفيد منك والبنيات والشباب يستفادوا منك طبعا انت زي ما انت عارفة احنا حفلة الجوكر عاملينها علشان خاطر يعني بنشجع الشباب بنقولهم خلاص ما بقاش في حاجة اسمها لأ ما بنشتغلش صح وانت طبعا حضرتك في مجال التجميل وصمر على بداية استلم الشهرة فطبعا ده شيء يشرفني ان انت تبقي معنا بتشترك معنا حبيبتي ربنا يخليك طيب انا عايزك تقولي كلمة اخيرة لكي انتي للجمهور معاك الكاميرا وولي لهم كلمة اخيرة شوفي عايزة توصلك كلمة دي المين اقول لهم البنات اللي هم بتعمل معهم اللي عمالة طوي اللي انتي عايزة توصليه رسالة عن طريق البرنامج افتخر بمهنتك مامتك حد في البيت زوجك اي حاجة لا بصراحة عيلتي كلها بتسندني وقفة جنبي بصراحة انا بحب اشكرهم مامتي واخواتي كل العين عندي كلهم فرحانين جدا بشغلي كلهم مبسوطين بيه وجوزي بصراحة يعني انا بشكره هو بيسندني وفرحان بشغلي انتي مثل الواحد يفتخر بيه طبعا حبنا خليك مرسي وطبعا كان معانا النهاردة في الستيديو صمر احمد وده تكريم حاجة بسيطة دي حاجة بسيطة من البرنامج اشرف لي يا مرسي حبيبتي اتفضلي طبعا يا صمر انتي عارفة ان المكان اتغير انا كنت يا جماعة عايزة برضو اوصل حاجة انا معي طبعا تهنئة استأذنك يا صمر وارجعلك تاني الاستاذ احمد عز الكوافير الرجالي يعني القصات الشائية يعني كبير وصغير يعني قصات وافراح ومع احمد واهاب احمد عز من فريق تسويق مبادرة افتخر بمهنتك وقسم رجالي وشريهان ميكاب ارتست عنده قسم حريمي ومعاكو طبعا دايما فقرة التهاني اللي حبي يا ايها اني حد طبعا احنا تحت امروكو برنامج افتخر بمهنتك طبعا انا يا جماعة بشكر استاذ ايهاب جدا جدا صاحب البخيرة اللي احنا هنعمل فيها حفلة الجكر وبقول لي صاحبتي وزميلتي الاعلامية راشا المصري كل سنة وانتي طيبة وطبعا انا ارجع طبعا انا برجع لسمر احمد انا بشكرك وطبعا الحلقة دي بداية حلقات ان شاء الله اللي جاية باذن الله وعيزاك تقدمينا بقى احلى فقرة فقرة الجوكر 2020 شكرا... ان شاء الله بزن الله tim شكرا